راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا اهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنغا الاعزاء في برنامتنا اليوم الخميس 21 من شهر 7 سنة 2022 اجتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار وتي عنوينها انطلاق فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير بدار اتحاد المحامين بالخرطوم اليوم ابناء الهوسة بمدينة القبيد بولاية شمال كردفان ينفذون وقفة احتجاجية يوم الثلاثة تنديدا بأحداث ولاية النيل الأزرق ويسلمون مزكين مطلبية بوالي شمال كردفان إصابة حسون خليل محمد ومحمد حارون بجروح خطرة في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم السلساء بولاية وسط دارفور مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأجسام المطلبية والمبادرات والتجمعات النسوية إضافة لقوى الحرية والتغيير تصدر بيانا مشتركا للدعوة لإسقاط الإنقلاب وإنهاء حالة سيول الأمنية السائدة الآن والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دابنغا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا انطلقت صباح الأربعاء فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير بدار اتحاد المحامين بالخرطوم وقال علي قيلوب نقيب المحامين في كلمة الترحيب باعتبارهم الجهة المضيفة بأن النقابة ترحب بكل ما يحقق الحريات ويصون الحقوق الأساسية على كل المستويات ووصف موضوع الورشة وعملية التقييم والمراجعة لأذاء الفترة الانتقالية على جميع المستويات بأنه سنة حميدة وقال أن القضايا التي ستناقش وتقيم في الورشة هي قضايا مفصلية هم الشعب السوداني مشير للكثير من القضايا والهموم المشتركة بين مهنة المحامة والصحافة باعتبارها صاحبة الدور الأكبر في عملية الرصد والمتابعة والنشر وتولي وظيفة الإنزار المبكر فيما يتعلق بالحقوق والحريات والانتهاكات التي تحدث في مجالها وشدد على أهمية الورشة من حيث التوقيت والمواضيع المطروقة والأجسام المشاركة وكانت لجنة مشتركة بين الديمقراطي وقوى الحرية والتغيير عكفت منذ مايو الماضي على الإعداد لورشة تقييم الفترة الانتقالية لدراسة المرحلة الماضية والتعرف على الإنجازات والإقفاقات واستخلاص الدروس المستقبلية وحددت اللجنة عشر ملفات اعتبرت أنها الأهم في تقييم دور اللاعبين الأساسيين في الفترة الانتقالية والخلص لتوصيات تعين على تحقيق وحدة قوى الثورة ومن ثم إسقاط انقلاب 25 أكتوبر قال ممثل الصحيفة الدكتور هشام عمر النور المدير الإداري لصحيفة الديمقراطي في كلمة الافتتاح قال أن انخراط الصحيفة في العمل المشترك مع الحرية والتغيير للتنظيم الورشة يجي من واقع الإحساس بالمسؤولية في الدراسة النقدية للتجارب السورية والتمسك بإيجابياتها والتلافي أوجه خصورها لقناعة بأن النقد هو أهم ثقالة بناء ابتدعتها البشرية من أجل دفع التجارب للأمام ودع المتحدث قوى الحرية والتغيير إلى تقييم تجربتها بصورة ناقدة ونزيهة ودعاها أيضا للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت والاعتزار العلني عنها ودعا قوى الثورة الأخرى إلى الإقرار بالحقائق كما هي مشير إلى أنه لو كانت النوار رئيسية للحرية والتغيير باعت الثورة كما يقول البعض لما حدث إنقلاب 25 أكتوبر لأنه في المبتدى إنقلاب على الحرية والتغيير وأشارت كلمة ممثل صحيفة الديمقراطي إلى الحاجة لتكوين جبهة أريضة للقوى المدنية الديمقراطية تشمل الحرية والتغيير ولكن لا تختصر عليها جبهة مدنية جديدة تكون حاضنة لقيام الثورة والتقدم لتكون جبهة قائمة على الحوكمة على المؤسسية والشفافية والمصائرة وأوضح أن تكوين مثل هذه الجبهة المدنية الديمقراطية العريضة يمكن أن يبدأ بسياقة إعلان سياسي يستنت على مواسق لجان المقاومة ومن ثم يتم التوحد العريض على إعلان دستورية سوق المبادئ العامة سياقة دستورية محكمة وذقيقة تجنبا للمماحكات والنزاعات اللاحقة قال الواسق البرين الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في مخاطبته لورشة تقييم الفترة الانتقالية التي نظمتها صحيفة الديمقراطي قال أن الورشة ترسل ثلاثة رسائل هي أن الحرية والتغيير لها الإرادة السياسية لنقد تجربتها وأنها تموت أيديها لجميع من أجل تكوين تحالف عريض لهزيمة الإنقلب النقطة الثانية أن الفترة الانتقالية كانت تجربة سرة ومحل فقر بزل فيها مجهود كبير يمكن البناء عليه والثالثة هي سزاجة الإنقلاف والدولة الموازية ومحاولتهم بزر الفتنة ونشر خطاب الكراهية والمعاناة وسط الشعب وهي أشياء تدل على جشع السلطة والسعي للحصول عليها بأي سمن وأوضح البيرين أن تقييم الفترة الانتقالية ينصب في سلاسة محاور هي الأداء التنظيم للحرية والتغيير وبناء الحاضنة السياسية والأداء التنفيذي وبناء مؤسسة الدولة والعداء السياسي واتخاذ القرارات وذكر أن تنظيم الورشة يأتي في وقت مفصلي والوطن تتجازبه التغييرات العالمية والإقليمية والاستقطاب الحاد الذي يهدد الوطن ويختتم حديثه بالقول أن الورشة بادرة عمل نضال من أجل بناء الجبحة الغريضة وتوسع الحرية والتغيير كتحالف سياسي يعمل على تقديم مسودة لإعلان دستوري لكافة قوى الثورة من أجل تخلص البلاد من الانقلاب تهدف هذه الورشة إلى تعزيز فريضة النقط والشفافية والمصدارية مع شعبنا وتنظيق الرائع العام حريقة ماجرة باحتضارها تجربة بشرية فيها إيجابيات وسلبيات وفيها دروس وعبر من المهم قرحها على شعبنا للإستفال منها في معركته في إنهاء المقلاب وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي نفس أبناء الهوسة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفاني والسلاساء وقفة احتجاجية تنديدا بأحداث ولاية النيل الأزرق وسلم المحتجوم مذكرة مطلبية لوالي شمال كردفان وقال الناشط علي إبراهيم لراديو دبنغة أن الوقفة الاحتجاجية كانت أمام المجلس التشريعي سلم فيها المحتجوم مذكرة لوالي الولاية طالبوا فيها بتسليم الجناة في أحداث النيل الأزرق للعدالة كما طالبت المذكرة بتطبيق القانون وإقاثة المتضررين من الأحداث وأوضح الناشط أن المحتجين أكدوا على سلمية وقفتهم ومن المتوقع أن تسير منظمات المجتمع المدني بشمال كردفان في القريب العاجل قافلة إنسانية إلى ولاية النيل الأزرق حيث انعقت بالأبيض الأربعاء لقاء لحاظ الغرط وأضاف الناشط علي إبراهيم لراديو دبنغة في هذا الخصوص لا يزال الفارون في أحداث ولاية النيل الأزرق يعانون من أوضاع إنسانية حرية وكان ناشطون في مخيمات إيواء النازحين في مدينة الدمازيل لراديو دبنغة أن أبرز الاحتياجات تتمثل في المواد القزائية ومستلزمات الصحة مثل الصوابين والمطحرات والأدوية وأشاروا إلى ضيق أماكن إيواء النازحين وتكدسهم وكذلك إلى وجود تخوف وسط النازحين من تفريقهم إلى مجموعات سخيرة حيث أبدوا تخوفهم من إمكانية استهدافهم بسهولة وطالبوا بضرورة توفير حماية في المراكز الجديدة المخترحة لإيوائهم أصيب حسون خليل محمد ومحمد خارون بجراح خطرة في إطلاق رصاص من قبل مسلحين أو الثلاثة بولاية وسط دارفور وقال محمد خاطر لراديو دبنغة أن إثنين من المسلحين أطلقوا الرصاص على حسون ومحمد عندما كانوا في طريق عودتهم من سوق سرف عمر الأسبوعي بولاية شمال دارفور إلى قرية فاسي الواقعة بولاية وسط دارفور أدى إطلاق الرصاص إلى إصابتهما بجراح خطرة وبيان خاطر بأن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى سرف عمر لتلقي العلاج أصدرت مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأجسام المطلبية والمبادرات والتجمعات النسوية إضافة لقيوة الحرية والتغيير بيانا مشتركا للدعوة لإسقاط الإنقلاب وإنهاء حالة السيول الأمنية السائدة الآن وقال البيان أن حالة لا دولة تسمح بصن مهاجهات قبلية تعمل على خلق مشاكل وصراعات فيما بينها من أجل توفير الفرصة للإنقلابين لخلق مسوقات ومبررات استمرار حكمهم العسكري ومن أجل المحافظة على مصالح العسكر من الشركات ومنح وعطايا تعود عليها وجعلتهم حراسا للأنظمة الشمولية ودع البيان لجان المقاومة في السودان وجميع القوى المدنية للتوقيع عليه وتوحيد الصف للتحرك العاجل والسريع ضد مقدمات الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد والذي لا مخرج منه إلا بإسقاط الإنقلاب وإرساء ثقافة عدم الإفلات من الإيقاب التي سمحت بارتكاب الجرائم التي تجري الآن خاطب والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن صباح أمس أمام أمانة حكومة الولاية حجود إمارة الهوسة التي سيرت مسيرة سلمية من نادي حج ترباس مرورا بسوق الفاشر الكبير إلى أمانة حكومة الولاية وأكت والي الولاية أن حكومة الولاية تدين الاعتداء الغاشم على أمارة الهوسة بولاية النيل الأزرق مشيدا بالخطوات التي اتخذتها حكومة النيل الأزرق بتتبع المجرمين وتسليمهم إلى العدالة من جهة أخرى استنكر ممثل قبيلة الهوسة مصطفى محمد إبراهيم ما حدث لإخوانه في النيل الأزرق من قتل وتشريد وصال الله أن يحمي البلاد من الشر الفتن والاقتتال حتى يعيش جميع داخل السودان في أمان وسلام خرج العاملون في السكة حديد بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل في موكب هادر يوم الأربعاء مطالبين بإقالة مدير السكة حديد وذلك بسبب عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بالأجور والبدلات وقال سيف الدين أبضل من العاملين في السكة حديد لراديو دابنغا بعد الموكب أن المسيرة انطلقت من الورش الرئيسية واتجهت إلى المقر العام للعموم المكاتب الرئيسية للسكة حديد وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بإقالة المدير العام وأوضح سيف الدين أن المدير فشل في الإيفاء بمطالب العاملين المتمثلة في صرف منحة الوزير ومنحة 2020 وتعديل 2022 وأوضح أن المدير خاطب الحجد وواعد بتحقيق مطالبهم خلال مهلة شهر وأضاف سيف الدين عبد الله من عمال السكة حديد لراديو دابنغا في هذا الخصوص خروج العاملين كان لمطالب هي أصلا استحقاقات من منحة الوزير إلى تعديل المنحة من 2020 إلى 2022 وكانت المفاجأة حينما وصل العاملين إلى العموم كانت الهتافات تطالب باستغالة المدير لأنه فشل في استحقاقات العاملين عقدت لجنة أمن ولاية جنوب كردوفان اجتماعا طارئا بأمانة الحكومة بكادوغلي يوم الأربعاء عشرين من الشهر الجاري برئاسة الوالي المكلف موسى جبر محمود لمناقشة التدابير الأمنية حول كيفية تنفيذ الخطة الأمنية وتداعيات تنابي ظاهرة العنف والاقتتال القبلي على خلفية الأحداث التي شهدتها النيل الأزرق مؤخرا وكشف اللواء شرطة حقوقي قمر أحمد محمد مدير شرطة الولاية أن الاجتماع خرج بعدة موجهات تتصل بتعزيز الحالة الأمنية بالولاية واتخاذ تدابير ويقائية لمنع تكرار ما حدث بالنيل الأزرق وأشار مدير شرطة الولاية إلى خلو الولاية من أي مواجهات أو أعمال عنف ذات سبقة مشابهة لما حدث بالدمازين ومدن أخرى من إقليم النيل الأزرق مؤكد استقرار وهدوء الأوضاع الأمنية بالولاية أفادت الشيئون الصحية محلية كسلة قسم الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة يوم الثلاثاء تزع عشر من شهر سبع الجاري بتبليغ عن أربعة حالات اشتباه بحمد ضنك النزفية لإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحاء والحالات من مناطق متفرقة داخل وخارج محلية كسلة أبو خمسة مكارم أبو ضحان وعواط وقالت الإدارة أنه تم أغزي سلاسة عينات سوف تسلم يوم الأربعاء اليوم لإدارة مكافحة الوبائيات بوزارة الصحة لإرسالها للمعمل القومي استك يذكر أنه في نفس الشهر من العام الماضي بدأ ظهور وباء ثم الضنك النزفية بكسلة الخبر الأخير في النشرة قال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عاصم كنون أن سعي وزارة المالية لتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة ليس بمنعزل عن مخططات الإنجلاب ومناهج الحركة الإسلامية والقطاع الطفيلي حتى تكتمل السيطرة على المشروع وقطاع بأن ذلك يسير في اتجاه خصخصة وبيع المشروع معلن رفض تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لاتجاهات المالية لتحويل المشروع لهيئة تابعة لها وأكد أن مشروع الجزيرة يظل مشروع قومي لمزارعيه وبمزارعيه وقوانينه الخاصة التي تديره خدمة للبلاد والمزارعين مستمعي إرادية ودبنقل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا